انت بيفرض ان الست رأيها صح احنا بيبقى عندنا بعض نظر وبيبقى عندنا حكمة تمام بيبقى عندنا كده حتى انتوا ما بتشوفوهاش ليه لازم الراجل اللي تكلميت وتمشي لا انا بتكلم في حاجات معينة مش بتكلم فنخش ان احنا بنتكلم والله هتلبس ايه؟ وغير عليها من ايه؟ ايوة طبعا هو ده وده في كلام يا جماعة هو ده في كلام يعني انا بتكلم في حاجات انا نعم نتناقش مثلا في الموضوع باخد رأيه وباخد رأيه معينة تاني في لبس بقى في قرار معين في قرار مصيري لا طبعا كلام ايه ولا يمشي طبعا كلام ايه ولا يمشي ومين اللي مشي البيت انتوا الاتنين شراك ايقى الكلمة مين الى اللي ساجئة اللي قعدة في البيت طبعا 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 هي قادرة بالبيت بس في الاخر وبيبقى بالاتفاق مش أنا اللي كلمتيا تتكلم أه بس أنا اللي كلمتيا هتكش بتصطدم مع الستات ده ما بتصطدمش ده ولا خلص أنا بحترم الستة جدا طيب ما بتحبش النسويات وبيدفع عن حقوق المرأة عشان أنا ما بحبش الراجل اللي يطلع يقلل من المرأة صح؟ ما احترموش لأن انت عليها عندك أم يلا ربطك زي بنت تطلعت عيف في المرأة وعندك أختك فبالتالي ما حبش الستة اللي تطلعت عيف في الراجل لأنه عندك أبوكي وعندك أخوكي اه انت قصدك النوع ده من النسويات ايوه هو ده اللي ما قمش بعدها لا ما تحبيش في الراجل ما تحبيش في الراجل ولا راجل يعيب في سد يعني أنا أقول له مرأة ما تنزلش في التناقش معي اه تتناقش معيك يا عوضي ولو كلامها مقنع تنزل مقنع ايه ومتنقش ايه ما فيش نزل يعني أنا بس يا رجع متأخر يا عوضي الكلام ده قديم 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 ايه والصوحة بيها ده يا جماعة ايوه ده مش صوحة يعني أنا من مراتي مثلا لا 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 ما فيش تأخير برد بيت في تقول له أتأخر ما عندنا تناقش أنا أتأخر النواردة ساعتين أخار ثلاثة وفي حالس منها كده طب لو انت شايف نفسك صح والستة شايفها نفسها صح مين اللي يحكم مين في كل سنة؟ لا أنا لا أنا اللي كده ما يمشي لو وصلنا لمرحلة الخصم والحكم يعني لا لو وصلنا لمرحلة دي هدخل حد ثلاث يعني يحكم مبينة أو اللي؟ لو وصلنا لمرحلة أنا صحة وأنت صحة تتعدلها مرة وتعديلك مرة احنا بقى احنا كده صحاب او تتعلموا تتفقوا احنا كده صحابنا نهرب يدنا لا يعني احنا كده بقى مش قصي يعني احنا كده بقى فرنز مش متجوزين بقى لا ليه انفر ليه ما نتجاش صحاب قوي ومتجوزين ليش متجوزين بس فيه كرارات مصرية ما تنبلش الاسم على اثنين يعني فيه كرارات مصرية منها مثلا ما عايت خروجها ودخلها ده ما هو ده وده يزعل في حاجة وده يزعل في حاجة يعني هو الصحب يزعل أو اللي ما عن سببها كده تخنيه خارجين براحتنا ما ده صح بتاع عودي صح من وجهة نظري عودي صح من وجهة نظري عودي وده ما مش معنان اللي بقى مش كده غلط أنا مقتنع بيه ما تنفعش تفرد علي وجهة نظرك ولا ما تنفعش تفرد عليك وجهة نظري